السلام عليكم قلت لكم بآخر فيديوهات عن أوبو انه خطتها تغيرت خصوصا بسوقنا وأوبو اللي تلعب بهدوء راحة والهجمات خصوصا بأسواقنا انطلقته بكل المحاور واليوم ويانا أول الهجوم بالفئة المتوسطة الأوبو رينو سيفن نسخة الفورجي بلك أناقة تحسه عارض أزياء مو تليفون هذا هو باختصار الجهاز بس أكيد بيعيوبه ولازم تعرفها مثل ما إلى ميزات تحتاج أن تعرفها حتى تقرر صح يفيدك الجهاز أن تشتريه له أتأكد أن تتابع الفيديو للأخير وأن تشترك إذا ما مشترك بقناتنا وتفعل الجرس وأكيد مشكور على الدعم مقدما نرجع الملك الجمال هذا ونبلش أول شي بالتصميم ويوجد أجهزة حلوة بتصاميمها خصوصا هذه السنة الأجهزة حتى الرخيصة صارت موت والله عدد شقة ما كو جهاز الشي لبيدك ما تحسه فخم وأنيق شركات تعلمت من دروسها بالسنوات الماضية وبدأت تتغير بكل أجهزتها بس اللي سويته أوبو بالرينو 7 تصميم من عالم ثاني حرفيا صح الجهاز بلاستيك لكن الفينيش غير أكلون أسود نجمي جميل وأكو هذا البرتقالي في فينيش يشبه الجلد أو مثل ما يسموه سانسيت أورنج يعني برتقال الغروب جمال حقيقي بصراحة حتى الحلقة المضيئة حول العدسات بالكاميرا اللي بيظهر شي جميل جدا تتغير ألوانها ويانوع الإشعارات اللي توصل للجهاز هذا بدت الحركة بيها أوبو من العام الماضي لفعل متوسطة غريبة الحركة والحلقة لطيفة جدا الجهاز وزنه خفيف 175 غرام وجاي بحافات فلاتو عدلة مثل الآيفون لكن الجهاز نحيف ونحيف جدا 7.5 ملم أوبو تعتبر هذا الرقم قانون محرم أن تتجاوزه وتحاول أما تتجاوزه بكل أجهزته الجهاز مقاوم للرش بالمي بمعيار IPX4 لكن مو مضاد للأتربة يعني يتحمل رطوبة قوية عرقة بإيدك أو رشة مطار خفيفة باختصار الرينو 7 هو ملك جمال بين الأجهزة إذا أنت تهتم بالتصميم هذا الجهاز إلك حتى الشاشة إحنا أنا أوبو ما بخلط عليك شاشة الرينو 7 شاشة كلاسيك راقي عام ولد E4 ترددها 90 هرز ممتازة دقة الشاشة هي الفل أج دي بلس قياسة 6.43% إنج وعليها طبقة حماية من كورنينج من الجيل الخامس شاشة مجربة وقوية وممتازة تستخدمها أوبو منت للسنوات بكثير من أجهزته ألوانها ممتازة السطوع بيها جيد ومريح للأين والتباين جميل خلي ببالك إنه تردد اللمس بالشاشة أو تردد استجابة الشاشة للمس هو 180 هرز هذا سريع جدا ويكفيك بأغلب الألعاب السريعة وهذه السرعة والفارق بالسرعة يهم اللاعبين أكثر من غيرهم طبعا الشاشة هنا نفلات تماما بدون أي انحناء أو أي شي وبرأيي هذا هو الأجمل بأي هاتف القطع أعلى يسار الشاشة وضايع تماما ويا شاشة لكن كتجربة واستخدام ما راح تشوف أي شي سلبي بالشاشة بصراحة بالعكس تماما الشاشة مريحة وواضحة وسطوحها ممتاز بره وجوه البيت وزوايا الرؤية بيها ممتاز وتباين الألوان أيضا ممتاز وقبل ما أنسه فهنا أنا عندك بصمة ضوئية تحت الشاشة سريعة كنظام حماية بايومتري لبياناتك وخصوصيتك لكن كنظام صوت للأسف ما عندك نظام استيريو سبيكر واكتفت أوبو بسماعة وحدة يتيمة أسفل الجهاز جودتها لطيفة واضحة والبيز بيها ممتاز ومتوازن الصوت بيها وأيضا عندك مدخل سماعة 3.5 ملم إذا تحب أن تربط سماعاتك ويالجهاز برأي البطارية وتجربة استخدام الجهاز تمثلها واحد من أهم جوانب القوة بكل أجهزة أوبو دائما وأبدا والسبب الأساسي هو السوفتوير واهتمام أوبو بالتفاصيل مقر قوة أوبو الحقيقي صرتها ميزة عن كل من ينافسها هو سوفتويرها أوبو تحكم بطارياتها بقبضة من حديد تأثر كل جرعة من الشحن من بطاريات أجهزتها لحد آخر نفس رغم أن الأوبو رينو 7 إجاب بطارية ليس الكبيرة 4500 ميلي أمبير لكن إجاب شحن سلكي 33 و هذا كلاسيك وموجود وشحنة موجودة بالباكيت ها ما نعرف أوبو هل رح تنضم لنادي أصدقاء البيئة مثل ما سويته أبل وانضمت لسامسونج لاحقا أنه نسمع أخبار عن ريلمي اللي التحقت آخر شي بهذا النادي لكن لحد يوم عداد الفيديو أوبو برا النادي والحمد لله الشحن اللي وفرتها تنطيق فل شحن بأقل من 61 دقيقة و50% شحن خلال 27 دقيقة بس والأداء ممتاز للبطارية وتمام وقت تشغيل الشاشة رح تشوفه أكثر من 6 إلى 7 ساعات الستاند باي تجاوز الأربع خمسة يام براحته وهذا الأداء الاستثنائي نفسه رح تلقى بالكاميرات اللي هي مقر قوة هذا الجهاز بشعاره الأساسي بصراحة الكاميرات هي عنوان هذا الجهاز وبصراحة هذا الجهاز هو بطل الفئة كلها بالبورترة ركزوا يا بالبورترة من السلفي والعدسة الأساسية جهد غريب وتركيز كبير على تصوير البوكية من العدستين اللي هم اثنين هم رهيبة عدسة سلفي من تصميم أوبو بحسب متطلباتها وتصنيع من سوني سمتها سوني لاياميك 709 RGBW متحسس قوت 32 ميجا عدلتها أوبو بطريقة حصرية حتى يستعمل تقنية البكسل بنينج أو دمج البكسلات حسنك التقاط الضوء بشكل كبير وهنا عندك حركات سلفي رهيبة أجدي آرب عدسة السلفي البوكية فلير فلتر وغيرها من الحركات هواية عشاق الأنستا والسنابشات والسوشيال ميديا رح يستمتعون بشكل كبير ويا عدسات هذا الجهاز خصوصا السلفي بس مول هنا الخلصة العدسة الأساسية 64 ميجا فون بوينت 8 كمتحسس يعتبر ستندر لكن راقي بس الأهم هو رزميات ومعالجة أوبو للكاميرات شيء داعي بهذا السعر صحيح البوكي والبورتل رح تشوفهم من الأفضل حتى من الأجهزة الأغلى منها القطوعز للهدف ومتاز واحترافي حتى بالليل نظام الفلير بوكي نظام جديد وفلتر جديد ضافتها أوبول هذا الجهاز وهي النماذج قدامكم أخيرا وهنا لأول مرة نشوفه متحسس مايكرو لينز وليس ماكرو هذا ينتي تقريب مجهري ميكروسكوبي 15 إلى 30 أكس ليش يصغير كل شيء عجبك عن الصورة تقدر تبدع وتسوي حركات به هواية بصورة حركة لطيفة تقدر تغير بها الجو لكن الحقيقة مركز القوة والخلاصة هو يم العدسة الأساسية وعدسة السلفي تعتمد عليها بأي وضع وأي إضاءة بصراحة أول جانب متواضع بهذا الجهاز يبدي ويانا بويا الأداء والمعالج لسناب دراجون 680 معالج متوسط اقتصادي وبامتياز شفناه بأكثر من جهاز حتى من أوبو نفسها بالأي 96 معالج أداء جيد معالج حديث مع مرة 6 نانومتره سريع وما ينتج حرارة واضحة بالألعاب القوية لكن هيتش معالج الهيتش فئة سعرية أعتقد قرار كان صعب على أوبو صح باقي جوانب الجهاز قوية وممتازة لكن للجهاز سعر 369 دولار معالج جزناب دراجون 680 يعتبر نقيصة شبيرة بالجهاز المعالج ممتاز يشغل لك الألعاب بضبط متوسط باب جي وكولو في ديوتي تلعب بضبط منخفض وفريمات وسط لكن عدل الألعاب باقي تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي في حيث أن استوسناه بالتطبيق سريع ما تحس بي أي تهنيق أو لاك لأن هنا أنا أيضاً عدل معالج أدوك رامات 8 جيجا واحتياطي رام بتقنية توسيع الرامو الـ DR-E بسعة 5 جيجا بطاقة الذكرة الخارجية أيضاً موجودة ذات حب أن نضيف للـ 128 جيجا الموجودة أو للـ 256 جيجا حسب النسخة اللي تعجبك لكن اللي حسن الأداء فعلاً هنا وعاصر المعالج عصر ومقلع كل قوته هو النظام أو واجهة أوبو اللي أتصور تعرفون رأيي عنها دائماً دائماً ما أقول عنها أنه هي أفضل واجهة أندرويد تقدرون تستخدموها نقطة رأسطر أوبو تبذل جهد جبار بسط واجهته دائماً والتجربة سلسلة وراقية تلقاها موجودة بكل الأجهزة على الإطلاق حركات التخصيصات كبيرة موجودة لكن مو تحت النظر لا أصدقائي الحركات تختلها أوبو داخل القوائم حتى بس من تحتاجها أنت تدور عليها وإن شاء الله راح نشوفوا مراجعة كاملة للواجهة وحدها قادم الأيام والكلر أو أس وحدة برأيي هو سبب كافي أن يخليك تستعمل أي جهاز من أوبو دون عن باقي مواصفات الجهاز ومضالك هنا بهذا الجهاز طبعاً أكيد هسا تنتظرون العيوب الموجودة بالأوبو 7 4G ومثل مثل أي جهاز يكيد أكون ملاحظات عنها أهمها المعالج اللي أنا ما أحبه ويعتبر ضعيفة رغم قوته نقطة ثانية هي السعر نسبياً مرتفع خصوصاً من قارنة بالخصومة آخر شي برأيي نظام الصوت سماعة واحدة يتيمة الجهاز سعرة 369 وأعتبرها قليل كنت أتمنى ستيريو سبيكر ورغم جودة السماعات بالجهاز لكن لازم نسجلها ضمن الملاحظات هذه كانت ملاحظاتي أصدقائي عن الجهاز وأعتبرها نقاط ضعف فاضحة بالجهاز ما كنت أتمنى أشوفها بأي جهاز من فئة الرينو أساساً هذه الفئة دائماً يتمثل التوازن المكلف ما بين الجودة والرقي والسعر لكن هذا رأيي أنا أنتو شنو رأيكم مواصفاتي وشنو تقييمكم للجهاز يكتبوا لي كل ملاحظاتكم عنه بصندوق التعليقات هذا كان كل ما عندين هذا اليوم أصدقائي وأشوفكم بالفيديو الجاي بخير وصحة وسلامة في أمان الله